تنفيذاً للاتفاق الذي جرت توصل إليه بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري بريف دمشق الجنوبي الغربي انطلقت أربعة حفلات تقل العشرات من أفراد المجموعات المسلحة مع بعض أفراد أسرهم بإشراف الهلال الأحمر السوري من منطقة بيت جن باتجاه محافظتي إدلب ودرعة وقبل دخول وحدات من الجيش إلى قرية مغر المير وتل مروان شرق مزارع بيت جن في الغطة الغربية وتمشيتها وتأمينها بالكامل سلم أفراد المجموعات المسلحة السلاح الثقيل وعمدت إلى إحراق مقارها قبل خروجها من المنطقة لإخفاء الوثائق والقراء التي تكشف القوى والدول الرائية لها الانتصارات الساحقة التي يحققها رجالنا البواسل في الجيش العربي السوري والقوات الرديفة وتحت تأسير ضرباتها الموجعة للمجموعات الإرهابية المسلحة تم تحرير بلدة مغر المير وتلة مروان التي نحن موجودين فيها الآن والآن تجري المصالحة الوطنية في مزرعة بيت جن ووفق مصادر رسمية سورية فإن العملية العسكرية التي خاضها جيش والخسائر الكبيرة في صفوف المجموعات المسلحة خلفت حالة من الانهيار بين صفوفها بعد إطباق وحدات الجيش على بؤرها ومواقع انتشارها ما دفع العديد من أفرادها إلى الفرار باتجاه بلدة شبعا اللبنانية المحاذية لقرية بيت جن بالتنصيق مع العدو الإسرائيلي الذي يقدم الدعم اللوجستي والعسكري ويسهل مرورهم بين محافظتي درعة والقنيطرة عبر صفوح جبل الشيخ سياسيا أفاد المكتب الإعلامي للكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في التصال الهاتفي مع نظيره السوري الرئيس بشار الأسد عن أمله في تواصل التغيرات الجذرية في سوريا للأحسن مشيرا إلى أن الانتصار على الإرهابيين وعودة الحياة الطبيعية إلى سوريا في أسرع وقت ممكن يخدم أمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها وأكد بوتين مواصلة روسيا التعاون وتقديم كل ما من شأنه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتعزيز المصار السياسي لحل الأزمة وأن بلاده ستبذل جهودها لإعادة بناء الاقتصاد السوري